السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعيني في كل مكان والنهاردة مع بعض نكمل مراجعة على قبل ما ادخل على لازم اعمل الصفحة لطفلي لتأكد انه اتقن الحروف كويس جدا الصفحة دي طب انا بعمل فيها ايه انا بحط له الخمسة فاولز كده جنب بعضهم معهم كل الحروف وبحط هنا كمان الحروف المركبة اللي هي اصوات مختلفة عشان نبقى كده بالراجع كل الشرط مرة واحدة طيب المطلوب من الطفل يعرف ايه يعرف يقرأ الحروف دي مع الاصوات دي يعني ازاي يمس يعني مثلا انا بشور له كده هيقولي با ب بي بو با طيب نجي هنا نمشي له كده كا كو سي سه كا طب ليه هنا قال سي سه وهنا قال سي اه علشان السي لم يجي بعديها اي او واي او اي طنطق سه اه ابني شطور وفاكر وفاهم خلاص كده تمام جدا لا امعرفش اعمل عليها كده سيركل والونها عشان المرة اللي بعديها هينتبه يبقى عارف ان دول مختلفين شوية طيب نجي مثلا في دي نقول له كده فا فا في اه هنلخبطه مش بالترتيب بالزبط كده طيب وبالزبط تقفل حاجات اللي هي فيها ايه زي مثلا دي ممكن يقول لي جي اه دي تنفع تبقى جي او جي او جي في بعض الكلمات زي جي الجي وراها اي بنطق الجي الجه جه بنطقها زي ما هي طيب وكده برضو برضو هنا جه يبقى هنا جه جي طيب كده جه طيب كده نمشي ها ها هي هو ها طيب ده اللي انتو هتعملو مع اولادكم انا دلوقتي هقرأ لكم كل ده بالترتيب بطريقة صحيحة وانتو تشوفو كده مرة عشان ايه انتو كامهات او كمعلمة مثلا تبقي عارفة انتي الاصوات تقريها كويس جدا عشان تعرفي بعد كده هتزبطي له الدنيا با بح بي بو بح كا سه سي كو كح دا ده دي دو ده فا في في فو فح قا ج ج جي جو قا ها هه هي هو ها ج ج ج ج ج ج ج ما مه مي مو مه نا نح نا نح ني نو نح پا پ بي پو پا سا سح سو سح را رح ري رو رح تا تح تي تو تح ذا ذه ذي فو ذه و و وي و و طبعا هتكونوا مكملين الواي والزي معاهم بس انا مش كان عندي يعني مكان مش كفع فانتو بقى اي هتكملوا بقى الحروف دي طيب خلاص اتقناهم بقى نشور على اي واحد فيهم مي بي ب پ ري ر تا ف و و خلاص تمام طيب نبقى بقى نروح مراجعين له ايه على الحرفين لما يجوا مع بعض بيعملوا صوت مختلف الاس والاتش الش الش الس والاتش تش تش اعمله له كده بحركات يعني الاس والاتش ش ش ش الس والاتش تش تش البي والاتش حطلوا بقى بقى اي دي عند بقى اي عند سناني س او ز في الحالتين سواء الس او ز بنطلع لسنة فيهم البي والاتش ف زي ما قلتلكم قبل كده انا بعمل كفة ايدي كده وانفخ فيها ف ف كأني ايه بطلع هوا كده من شفعي فيه طب البي والاتش انا ملونة حرف الاتش معناها ايه ان الاتش سايلنت و و طيب هنا بقى دابليو اتش بس وراهم او انا ملونة حرف الو معناها ان الو ده هو اللي سايلنت يبقى ه ه يبقى و ه طيب هنا بقى انا عاملة ايه حروف قبل الجيو الاتش وحروف بعديهم يبقى الجيو الاتش اخضر الاخضر ده سايلنت كمان ده كان مفروض يبقى اخضر وده اخضر انا خلص الاخضر ده سايلنت يبقى هنا الجيو الاتش وسط الكلمة قبلها حاجات وبعدها حاجات بقى قبلها حروف وبعدها حروف مش هيتنطق يبقى سايلنت طيب الجيو الاتش في اول الكلمة هيبقى ايه غ غ زي حرف الغين كده ايه او ممكن يبقى ج تبقى الاتش سايلنت زي كلمة جوست طيب اخر الكلمة بقى برضو لها صوتين اما زي كلمة كاف او كلمة اناف او كلمة لاف او هيكون سايلنت زي هاي فانا ايه يعني اقوله ان هي الشائع ان هي الجيو الاتش في اخر الكلمة تنطق دي طبعا بعد مرحلة متقدمة شوية بس بعد ما نخلص طفلي حفظ الحاجات دي ورجحها نبتدي بقى نعمل ايه مرحلة دايما دايما نراجع كلمات نختبره بقى ها ص طب وكده ن صن لا خلاص احنا مش هنستهجه هنقرأ على طول يلا يا بطل ك ك دج فن طيب كده فج هوت شوب طب وكده شب كده شب طيب كده ج ج ج ج طب وكده فت طب نديله حاجات مش مترتبة اه طبعا حاجات مش مترتبة ليه علشان طفلي بقى يبدأ يعني في دماغه كده يبقى هو عارف يفرق ما بين الأصوات كلها مش هجبهم لو بالترتيب يبقوا خلاص عارفهم زي ما اختبرته هنا بالحاجات دي مش بالترتيب كمان ابتدي اقليه يقرأ كلمات وبرضو حروف مختلفة عن بعضها طيب ده ان شاء الله كان فيديو مراجعة الشورت فاولز بعده على فقول احنا هنشتغل لونج فاولز بس المهم طفلي لازم يتقن الأحاجات دي كويس طيب الطفل يامس ياخد قد ايه عشان يتمكن من الكورس بتاع الشورت فاولز ده شهر شهر لو انا هديله مثلا حصتين في الأسبوع او ثلاث حصص مفروض بعد شهر يبقى هو خلاص وصل انه يعرف يقرأ الحاجات دي كويس جدا واتقنها طيب بعد الشهر ده انا هبتدي بقى اعمل ايه هبتدي ادخله في اللونج فاولز ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده على طول هبدأ اهريكو ازاي بداية ان انا اعرفه اللونج فاولز وازاي بقى يعرف يفرق بين الكلمات اللي هي فيها لونج واللي فيها شورت طبعا مع التدريب ومع التمرين طيب اهم حاجة في الكورسي ده ايه انه هو يعرف لي دي دي اكتر حاجات بنلخبط فيها س سي ج جي س سي جي جي دايما لو اجي اكتب له كلمات كده دايما نحشر له بقى الكلمة دي س نت سانت دايما نحشر له دي سي ت سي ت سي تي سي تي دايما اكتب له الكلمات اللي فيها الحراجات اللي هي هات لخبطوا دايما نجيب له كلمات فيها اس و اتش فيها سي و اتش علشان بس ايه يعني يعني زي ما بقول كده بالبلد ينتكى عليهم نعمل استرس كده عليهم شوية علشان هم ندور اللي هي لخبطوا بس ان شاء الله بعد الكورسي ده نبدأ على طول في اللونج هاوريكم نعمل ايه برضو اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي اشتركوا في القناة